اذا تريد نتكلم نسمع هذا المبلغ اللي يجع علينا مبلغ تقريبا 12 صندوق كل صندوق بي 4 ملايين 12 زائدا 2 راحا يهم والد عبدالحميد 12 يعني 14 مجمعها 14 فمباشرة انشاء منعدها صندوق راح تلبو فريق السكرتير بقت 12 فيه 48 مليون هاي الـ 12 توزعت الى مكانات كل ثلاثة بمكان مكان يبعد عن مكان يعني 5 متار 10 متار يعني بس هي مزرعة يعني مو بسهولة يعني المكان قريب على مكان فهذا الثلاث مكانات واحد من عدهين كان استبل ما الفرس يعني مكان ما الفرس فأكو فلاح يظل عينه على هالمكان ينشك بمكان المراحل الغنام ينشك يندفن به لانه يدمن ويدرش ويضيع فهي ثلاثة شالهن للعقيد محمد في وقتها هو معاسم ولا باسم اللطف والله هو شالهن لهذا المبلغ وطلع به وورح به ما عندي اعلام لانه للمقاومة للمقاومة لربما للمقاومة لا المقاومة تصدر عن طريق الرئيس المقاومة لا تصدر عن طريقه أو طريق الصرف الصرف يصدر عن طريق الرئيس زين هاي ثلاثة شالهن شالهن العقيدة محمد بقى من الاثنى عاش تسعة بقى تسعة في فلاح مزرعة بجنبنا تقول لحنا ما اطلعنا من المزرعة مالتنا بدت الناس هاي الأمريكاني يجون يروحهم فقامل يجي يحفر احنا دفلنا أسلحة كثيرة بالمزرعة يعني هنا بي كيسي هنا بندقية يعني إلى آخر يعني كثيرة فقامل يعثر يعثر لب قطعة يجي يشوف قاع مو طبيعية يقول لها هايت تطلع فالشي فالمنطقة المجاورين بدأوا ينبشون ولكن المجاورين منه ينبشون ما حصلوا غير القطع يعني القطع السلاح السلاح ولكن أكو عمي بصف مزرعتي أكو عنده نسيبة من نهل البابل نهل الحلة فعمي مصلط أسر اعتقل يعني اعتقلوا لأمريكا فراحوا أهلوا قالوا لهم عمي مصلط ما أخذ بنت هذا الشخص فجاء قالوا يا بقضاب المزرعة لأن عندنا كم هايشة فليما يطلع على الحجي بس أقعد بيها لأن حلال يروح فجاء بوا بما أنه ولد وفلح قداما لأنه قديم يعني عشرين سنة يعني قبل الاحتلال أو أكثر هو موجود موجود عندنا بتبني الفلاح يعرفي الأهرب فمن يشوفه الناس قامت تجي وتدور وهذا شيء البندقية وهذا شيء شيء فصار له واسبا أنه يريد يحفروا يما البيت يعني بالحديقة ما البيت فحقيقة وقع على ثلاثة منهم وقع على ثلاث صنادي من وقعت للصنادي السوء الحظ ما شاء لأنه ولده ومشي جمع أقارب الموجودين بتكريد جمعهم بأنه لاقي كنز ولا هو يقدر يخفيه أنه ولده ويرو تمام بعد تحرياتنا ومورنا وشهوده وعدوده لآخرين كل شيء موجود عندي جمعهم ولده عم قرايبة من محافظة المهم شاء لهذا المبلغ واتجهوا للطارمية المزارعة المال أخو مزرعة أخو بالطارمية ووصلوا هناك هناك مزرعة الطارمية اختلفوا 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 هو شقال لهم شلب الله يرحموا اسمه شلب قال لهم هاي من حق يعني ليتها أنا ولدي وهاي من حق إذا أعطيكم أعطيكم فتشيب طبعا إذا أقول لك كلام عمامة اللي هي وممثق عندي زيان فقال لهم يعني أعطيكم أحنا نحن 12 مليون هي 12 مليون دولار 13 مليون دولار 13 مليون وفي تلك الفترة كان كبيرة جدا وانهم قلت هاي غشامة من عندها تروح واشتري لك سيارة زينة كية وحط هنا وحط غراضك واطلعون تمنى الجماعة يعني السيطرات عبورك سهل وخلص يعني تليش جمعت المنطقة الفلاحة بالناعمة وبالبعجيل وبالعلم تليش جمعتهم يعني حتى تنقلون هن وتطلعون لبطار مية فرب العالم يراد هاي الشي فمنه اختلف هو وياهم التفقوا هم وولده بأنه خلاص لازم ما يبقى طيب فاذبحوا باللحظة قتلوا قتلوا باللحظة قتلوا الشلب وتقاسموا هاي الأموال هم وولده عمهم زين وولده وولده عمهم زين واخذوهورة حول الحلة المهم ثلاثة ان اخذت بهذا الرجل شسب الشلب شلب اي بقتعتكم ست كارتونات نعم كل كارتون اربعة هاي اربعة وعشرين مليون دولار نعم يعني كل صندوق اربعة مليون بالضبط ستة فيها اربعة اربعة وعشرين نعم هاي المبلغ انا كنت بالمكان اللي بناهنا مع احد من اشقائي اللي صغر مني سنين فاجت والدتي للمكان يعني احنا بعثنا عليها بعثنا عليها يوم يعني يوم ثلاثة كان يعني يعني بعد أسر الرئيس بيومين من ايجت علينا قالت ياذا بيثعم ما كراحوا للمزرعة مالتهم فلقوا قوات امريكية زادا سيارات مدنية موساة وغيرهم يعني كان عندهم لبس خاص ولحاية ومدني اضافة لعسكر فقالت بعد ما خرجت هاي القوة بعد ما خرجت هاي القوة دخلوا عائلة عمك فطريقهم من ينبيتنا للمزرعة مالتهم فلقوا الحفر حفر موجودة الحفر مسألة طبيعية أنا قلت لك كل ما يحفر واحد يعثر لفتشي ولكن هاي حفر كبيرة يعني تجمع الصناديق يعني يطلع الطول مالها بحدود مترين ونص والعمق مالها يطلع حوالي متر ونص ونايلون نحن كل ناس كل صندوق اللفة بقطعة من نايلون يعني القطعة تقريبا ستة متار ستة متار يلتف نايلون من هذا الثقين حتى ما يتأثر بالعوامل الطبيعية يعني طوبة الأراض فقال بيت عما كيذا تحشي أنه لقوا حفرة بفلان مكان هو مقعاد الوالدي في الرقن ماله ويمها هاي القطع ماله نايلون وحفرة بالحديقة الخلفية للبيت ويمها هذا الظاهر الأمريكان من فاتحيهن يعني فاتحيهن يلا شايليهم يعني مو شايليهم هنوالنايلون مالهن الغلاف بدأوا في يفتحوهن ويتأكدون يلا يأخذهن ويطلعون منوياهم منجابهم بعدين استفسرت من المجاورين ومن الناس القريبة كانت من البيت هي بالمرة الأولى شوف الحاج غير هم لاقين اتلافة بالمرة الأولى اليمن المقعاد وثلاثة البلح ديقة بعد أن داهموني بالجل مال الدور واعتقلوا أخويا وأنا نجيت من عدهم واعتقلوا ناس من الهل الدار والمجاورين فمن ماخذي البغداد هو يحكي لي أخويا يقول أخذوني يسألوني على الفلوس يسألوني فجأني محمد قال المبلغ ثلاث ثلاثة نادق هم شايلية الأمريكان شايلية فإن يسألون على المبلغ البتبقي اللي هو ستة هم لا يعرفون بأنه شرب شال ثلاثة هم يسألون على مبلغ كامل فجابوا طلفحهم لمحمد بطيارة طلفح أخوك أي المبلغ الأول انحفر وتسلم للأمريكان يوم الثنين بعد أسر الرئيس بيوم ماحد أجت نفس القوة شالت هذا المبلغ والمبلغ الآخر الثاني جابه هو طلفح فقال طلفح هي مزرعة مرات الإنسان قصة لكان بالمدينة ليس مثل أبو المزرعة يعرف أرض يعرف يعني فماذا يندل حتى قال طلفح أنت تندل هن تندلون واندفدتون فإنجا طلفح قال لهم هنا وهنا هاي حفر لقوة ثلاثة الأخر ذي الشاي لهم شاي لهم ما لقوة هاي شاي لهم شاي لهم سوى هسعب الموضوع منوشال يعني قد يكون واحد من أهل المنزل يعني تعال يعني بها ملابسات كثيرة بس هي الحقيقة وبيها الشهود والمنطقة والجماعة الحلة والشوملي تحديدا يعرفون لأنه زلمها جاب ثراء السكن الشوملي بثراء ببيوت وتبرع بتبليط شارع بحيث حتى الحكومة لاهمو لاحقوه ويسجنون واحد من ولده وراح قتل ولكن يسجنون واحد من ولده 200.000 دولار هدو فراح المبلغ بحيث هذول لأخذ المبلغ هسه رجعوا حراس وعمال ولكن بس البيوت اللي كمبلغ راح يعني هسه نقول كارتونيا راح الوالد السكرتير عبد الحمود نعم وثلاثة أخذهن هذا الرجل الثلاثة أخذهن هذا الرجل والثلاثة أخذهن العقيد محمد أنط واحد منهن العبد الملك الدور والمتبقي أخذو الأمريكان والمتبقي نعم أخذو الأمريكان أخذو الأمريكان اللي هي قلنا ست كارتونات ست أخذو هنا الأمريكان أثروا عليهم هو المرة الأولى كراعي كان عنده غنم فقال جابه العقيد محمد يوم الثنين بعد أسر الرئيس بيوم جابه العقيد محمد فحفره وشاله وما يعرف الناس لا يعرف المرة الثانية هم نفسه قال سارح جابه العقيد محمد وأخوه طالفاح وهم مادر الشاله وعنه وعليه الأمريكان ومثبت بالكتاب الأمريكي الأموال مثبتة حتى مرة المليونية مثبتة اشتركوا في القناة